أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن المجتمع المدني شريك أساسي لتحقيق التنمية وخلال افتتاحه مؤتمر المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة بمكتبة الإسكندرية شدد الشريف على أهمية الدورة التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع ومواجهة التطرف وتنمية الثقافة المحلية وأشار الشريف إلى أن مشاركة جميع المؤسسات من وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة والجامعة والمكتبة في هذا المؤتمر تؤكد إيمان الدولة بدور المجتمع المدني كشريك فعال في بناء الجمهورية الجديدة نحن نعمل المؤتمر الثاني على المجتمع المدني خلال أقل من سنة بالاشتراك مع وزارة التضامن من المعروف أن المجتمع المدني طبعا شريك أساسي في عمليات التنمية اللي هي الأعمدة الثلاثة للشراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نحن في المؤتمر السابق وفي هذا المؤتمر بندعي عدد كبير جدا من الجامعات الأهلية بتعرض منتجاتها وبتكلم عن تجاربها وبتكلم عن الإسامات الأساسية اللي هي عملتها وإيه العقبات اللي بتواجهها الحديث يدور حول دور المجتمع المدني في بناء الدولة في التنمية المستدامة في مناحي كثيرة تربط بين العمل الأهلي واستراتيجات الدولة وتحقيق الأهداف المرجوة هو ده المستهدف من المؤتمر والحوار وأعتقد هو موضوع مهم وشاك ومحتاج أن نحن في المجتمع المصري نحط له أطر واضحة بسبب سنين من كان فيه خلط بين العمل المدني والعمل السياسي وأهداف التنمية